الشيخ الآن بالنسبة للقضية الفلسطينية نجد أن هناك من يتناولها من الجانب الديني وهناك من يتناولها من الجانب السياسي المتعلق بالجانب الديني وهناك من يبحث في الجانب الوطني في معالجة هذه القضية وفي النظر إلى هذه القضية في كيف يمكن أن ننظر إلى هذه القضية ونخدم هذه القضية التي قلنا تداءا بأننا نملك الحق في ديننا بأن ندافع عن هذه القضية كيف ننظر إليها؟ قلت بأن الانطلاق من الدين هو الواجب وهو الأصل وإن كان هناك نوع من التكامل أو توزيع الأدوار بين المناصرين للقضية الفلسطينية فلا حرج مدام منطلق الجميع هو دين الله سبحانه وتعالى فيتحدث البعض من منطلق أو بصورة أو صبغة سياسية أو وطنية خدمة للقضية وهو لا يخرج عن مبادئ الدين وإنما يخاطب الطرف الآخر أو فئة من المجتمع بما تعقل حتى تتفاعل مع هذه القضية فهذا لا حرج فيه يعني الدين لا يمنع لو مثلا هناك من يستعمل لهزيق الوطنية أو لهزيق القومية أو أي شعارات معينة يرى بأنها تؤثر في نصرة هذه القضية ما دام أنها لم تتعرض مع الدين لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى فكل طريق يؤدي إلى الخير مما ليس في أصله ممنوعا فلا حرج فيه فهذا هو المبدأ نحن لا نقول إن الغاية تبرى الوسيلة وإنما نشترط في هذه الوسيلة أن تكون مأذونا بها شرعا فإذا أذن بها شرعا إذن فهي من الشرع من الدين وإنما الذي نخشاه أن يترك الدين جانبا ويكون منطلق هذه القضية هو القومية العربية مثلا أو الوطنية فقط أو نحو ذلك من الشعارات السياسية أو المبادئ السياسية التي لا تلتزم بدين الله عز وجل فهذا يتنافى مع المرجعية الإسلامية لمن كان مسلما إلا من كان على دين آخر فهذا شأنه ثم إننا رأينا بأن الانطلاق من هذه الأشياء الأخرى غير الدينية لا يكتب لها الاستمرار لأنها ليست ناشئة أو قائمة على أصل ثابت وإنما هي نوع هوى أو مصالح فليس لها أصل ثابت ليكون فرعها في السماء فسرعان ما تنتهي هذه الحركة لأنها قائمة على عواطف أو مصالح شخصية أو آنية فتنتهي بانتهاء ذلك ثم إنها قابلة للتغير والتشكل حسب القائمين عليها وسرعان ما تتنازل عن بعض الأشياء التي كانت تطالب بها لأنها تعتمد في رؤيتها على المصلحة فظهر لنا في فترة من يتنازل عن شيء من فلسطين مثلا ادعاء للمصلحة ومسالمة للعدو وأن هذا من كما يقال من الحكمة أو سمونه بلفظهم تكتيك سياسي وأدى هذا إلى أن يتنازلوا عن بعض فلسطين أو حتى عن بعض المقدسات أما في الفكر الإسلامي فلا المبدأ هو المبدأ فلسطين كلها أرض إسلامية مفتوحة ومساجدها مقدسة بل كل تلك الأرض مباركة ومقدسة ولا يملك أحد التنازل عنها ولا عن شبر منها أبدا وأنه لا شرعية للاحتلال الغاصب لأنه قائم على باطل وما بني على باطل فهو باطل فلا يمكن أن يستمد شرعيته من بطلانه يغتصب أرضا ويحتلها ويهجر أصحابها ثم بعد ذلك بسبب سلطته أو تغلبه عليها يستمد شرعيته هذا ينافي الشرع وينافي النظام وينافي العرف وينافي حقوق الإنسان حق تحرير تحدي المصير فهذا لا يمكن أبدا أن يقبل بينما الآخرون الذين لا ينطقون من منطلقات دينية أو إسلامية بالأخص يعترفون بهذا كله وهم مستعدون للتحالف مع هذا الكيان الغاصب أو التعاون معه في بعض الأحيان ضد شعوبهم بخدمات أمنية أو غيرها وهم معرضون أيضا للفتنة لا أستطيع أن أتهم الجميع ولكن أقول بأن طائفة منهم ثبتت وهذا واقع قد شروا بالمال أو الدنيا من منصب أو جاه أو نحوه لأن قيامهم بهذا الأمر لم يكن ناشئا عن عقيدة يخافون بها يتقربون به إلى الله ويخافون الله وإنما يستطيعون المتاجر بالقضية حسب المصالح فاشتروا بالمال أو بالشهوات أو المنصب ولذلك لا يسمع لهم صوت في مواجهة هذا الباطل إلا حين يشعرون بخطر العامة عليهم وحين يقوم هذا الغاصب أو الكيان الغاصب بالاعتداء على الشعب يسكتون وربما عابوا على من قاومهم فكل هذا يثبت أن هذه المنطلقات الأخرى ستأول إلى زوان وأنها لم تصنع شيئا دخلت في معترك ما يسمى بقضية السلام وقاموا بمعاهدات متعددة وبعد أكثر من ثلاثين عاما ما حققوا شيئا ترجمة نانسي قنقر